موسيقى السلام عليكم خوتي وشارككم لباس بخير بون غبت عليكم غبت عليكم غبت عليكم يا خوتي الله غالب ما كانوا لول بنادمي بروفيتي لأن راهي جاية اليامات اللي تولي كما يقول له الخدمة بزافي ويقول له المباراة بزاف فالإنسان يغتانم الفرصة على كل حال وما كانوا له شيء يتهدر يعني نقدر ندير فيديو ولكن الله غالب يا خوتي ملاك العودة التاعية قاوية جدا ونشكركم بزاف لأن نراهم يتحركوا رح يرفعوا ورفعوا مش يرح يرفعوا رفعوا دعوة قضائية على قناة الوطمية ولا رفق واحد وعلى بعض الصحاطيين ومن الفوق لازم تكون هكذا يلا واسموا الاتحاك جزائري لكورة القدم في دائر بيان رسمي في الصفحة التاعوة الرسمية وهذا هو اللي احنا كنا نطالبه به والحمد لله ونشكركم بزاف على كل حال دقنا ندخلوا في الموضوع تاعنا لتقول لك بيان صاحفي شكوى ملفك بالتضليل والتشهير التضليل والتشهير تغليط الناس الرأي العام والتشهير بالعيبة التشهير بالأشخاص شهروا بالأشخاص بزاف شي كيبا ويودي عندهم ما شهروا رؤساء الاتحادية عندهم كانوا يعايروا فيهم في الفلاطوات بألفاظ غير لائقة يعني حتى وصلنا انهم سبوا الشعب كيما قلت لكم وما تحركت السلوطات واش يقول لك يقول لك ابلغ الاتحاد الجزائري لكورة القادم انه قرر رفع شكوى الى النائب الآمن مختص اقليميا بعد التصريحات الكاذبة وغيرها من التشهير الجاسيم على قناة الوطنية تا فوتبول التي تم ابتها في برنامج فوتبول هذه فوتبول هذه وذلك لغرض وحيد غير يخدع ويطير الشك في الرأي الرياضي يخدع ويطير الشك في الرأي الرياضي سيسمح هذا الإجراء بطرح الحقيقة كاملة وإلقاء ضوء على هذه التجاوزات المتكررة من جانب ممثلي وسائل الإعلام المتكررة يعني مش غير رفق واحد عدة وسائل الإعلام وسائل الإعلام الذين سيتعين عليهم سيتعين على هذا الوسائل الإعلام سيتعين عليهم من رب على تصريحاتهم أمام المحاكم من الفوق يعني رح يرفع عليهم دعوة وقال لك يروحوا إلى المحاكم أمام المحاكم من خلال تقديم دليل على ما قدموه لازم يعطو دليل ويشعلهم يحضروا شعل زعماب بالله ماضي يخلص بالله ماضي يراه ويعين ويدير رؤوسة الاتحادية وفلان والاتهامات على زفزاس على فلدان على فلدان على الاتحادية على اللاعبين اتهامات خطيرة ما انتزام الصارم بالقانون وتطبيقه بقوة يعني هذا تهديد من الاتحادية تعني تهديد تهديد وبقوة لهم يقولوا وبقوة والقانون سوف يتطبق وبقوة والردع إلى صحافة العار صحافة المنافقين صحافة الكذابين ليس الجامع صحافة الكذابين وهوما اللي رهم ضهورين الكورة الجزائرية لمصالحهم الشخصية لمصالحين فلان وفلتان يرشحوا كما يحبوه زفزاك أطاكاوه قال لك باللي راهو مستقل وغير شرعي وحبوه يرشحوا صادي وصادي مستقل زوج خطرات ما يهدروش عليها ما يهدروش عليها كي حبوه أطاكي وفلان أطاكي وفلان بك يجيب لهم تقول لهم باللي هاي ليه يبدوا يتربوا لك هذي 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 يعني احنا ضغطنا بيكون صراحة يعني كي تشوف هذي يتشوف باري سوفان الحس يعني مامخونا الهاشمي يدار يعني بعض القانوة حتى صغار ولا ولكن عملوا ضغط في هذا الموضوع ان الصحفة راه يتعدات الخطوط الحمراء الصحفة تعني تعدات الخطوط الحمراء التاحة صحفة تعني ولا تتمنى يخسر ليكيب ناسيونال وتهاجم المنتخب الوطني الجزائري باش يجيبوه اللي رام حابين يجيبوهما باش يخدموا المصالح تاحهم خوتي صحفة تعني هذي هذي هم أقع خالصين عندهم شهرية روى أوادي لهم شهرية مراني شرعوني نحكي على هره ولا ولكن كان أشخاص اللي رأس رؤى أساء الأندية رؤى أساء الأندية رؤى أساء الأندية دايري لهم شهرية لصحفة هذي باش يحبوا لعب ما يلعب شو ما كانش يحبوا يبيعوه يجوزوا للقانات يدفعوا صاحب القانات يدفعوا له ضرهم هذي الصحفة تعنيت تمشي بضرهم هذي صح هذا الإعلام الكاذب المنافق يمشي بضرهم هذي المنافق هذا الإعلام المنافق يضحك على زبزاق قال لهم بل يخسر ب 15 صوت وهو ما اللي حاربوه قبل ما يروح وكيجبنا لهم بل يروى راوى اللي يركوا حابين ويرجع رغم أنه نورمال مو مايرجعش القانون ما يسمحلوش اللي عن سن التعوى وووووه يقول لك بل يروى راوى قلنا لهم راوى راوى وخسر بسبع أصوات قدم القجاع وكان في الكاف كان في الكاف كان إمبراطور كما كنت تقوله كان حاكمها أخطوبوت في الكاف جاء القجاع بوح دور بعين صوت جبدوا لك كذبها قال لك ما هو الحكومة تعنيها هي اللي بعتت ناسهم بعد بهدمناه حسين جنات وزنا بهدمناه معلومي هذي وما هذي صحفة ما تحشموش نقول لكم ما تحشموش تضربوه في استقرار صحافة تعنا هي اللي ضربت الاستقرار صحافة تعنا قلت لكم ما كانش ديمقراطية معها لأن صحافة تعنا مش ديمقراطية تعدات ما الديمقراطية لهيه تعدات الحدود التحية يعني ولا تتهجم على الأشخاص ولا تفيه بلاطا ورياضي يسب الشعب رفيق واحد درنا عليه فيديو ولو دار عليه خوية الحاسين دار عليه فيديو يسب الشعب الجزائري يقلك نحن نحن نقولوا شعب مش متحضر قال لك نحن نحن شعب عدواني هاك يتهجم على الشعب ويسميهم بشعب عدواني شعب مش متحضره الشعب عدواني يسبو في الشعب في البلاطاوات نورمال يسبو في الناخف البوطني بالألفات شي كبارة وكذا وكذا بزاف 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 سيطروا تديتوا الحدود وصلنا يعني قلت لكم أنا لازم القانون خطرة اللي فقدرت فيديو وقلت البل ماضي لازم ترفع دعوة لأن هذه اتهامات خطيرة الاتهامات اللي رام يتهموا فيك رام يتهموا فيك بعصابة عصابة زد شي يصدخلوك زعمة مع عصابة زد شي ومشي غير صحاطة باش يكون في عنكم يا الاتحادية على بالي بالي بليرك وتسمعوا فيها بشي غير صحاطة حتى مواقع التواصل الاجتماعي الألفاظ اللي رام يتلفظوا فيها والاتهامات اللي رام يتهموا فيها بكاش حرية التعبير قلت لكم هذه في أوروبا أو في الخارج اتهامات خطيرة وتلابس بالألقاب هذه تعاقب عليها القانون كاين ديمقراطية كاين ديمقراطية وكاين قوانين باش تحميل أشخاص قوانين بجي تتهمني بتوهم خطيرة باش كما قولوا توسخ السمعة التاعي هذه فيها قانون يعاقب القانون ماشي ديمقراطية مفتوحة احنا ماشي رجعنا ها ديمقراطية بزاف صحاطة والله يا خوتي صحاطة هي اللي راي مكسر الكورة الجزائرية والله يا خوتي صحاطة تعنا راي مكسر الكورة الجزائرية راي تكدف واحد الأكاديب على احنا جبلت كان يقولوا لي نو بزاف فارك تهضر ما اه لأن هادو هما الخاطر هادو هما نضرب الخاطر الأول لأن كانوا يزوروا لكم في التاريخ أنا علش كي نجيب لكم رافق واحد يوش يهضر دك ونقول لكم الكذاب شوفوش كان يهضر زمان علش كي نجيب لكم فلان بن فلان راح في الدراجة كان يهضر دك وكي يهضر على السياده وكان كذاب جبت لكم بالدالي دك صحفة كان لازم قانون وهذا هادية هادية مليح عليها هادية لأي صحفي مسؤول كي يريح في بلاتو مسؤول على الكلام اللي راحوا يهضر فيه وانا قلت لكم دي خطرة الوطانية وش قلت لك حدرتكم يا الوطانية قلت لكم انتم مارك ومشاركين في التهمة قلت لكم لي أنه من غير المعقول أنه يجي واحد يتحدث بألطات خاطيرة وتهم خاطيرة وتخلوه في البلاتو وزيدو تعطوله متاسع من الوقت وصاحب الحصة ما يحبسوش يقولوا سمح لي هذا الكلام اللي راكت هضر فيه كان مخاطر عندك أدلة عن هذا الشيء ما عندكش أدلة ما تقدرش تطرحوا في البلاتو بتاعي أمور كيما هادية ما عندكش داليل ما تقدرش تطرح ما عندك داليل تعطينا الداليل أطرحوا على روحك الحقيقة احنا عليها سماو نصح حظا بش مصر الحقيقة ولكن بش جيك حط لي انا في بلاتو عندي اتهانات خاطيرة وتسب الناس وتتلبس بالألقاب جامل بالماضي شي كبارة وفلان ما على بالي شناية تسبوه في الأشخاص وتسبوه في كده نو مشي في البلاتو التاعي ما تدرهاش في البلاتو التاعي الحقتو حتى سبيتو الشاب وما حبستوش يالوطانية وصيدكم الحقتو حتى وليتو تهضروا بأسم جامل بالماضي وليتو تهضروا بأسماء الأشخاص وليتو والله إن شاء الله إن شاء الله قلت لكم قلت لكم يا خوتي لو كان ما يدخلش القانون بلادنا راهي فيه خاطر لو كان ما كش القانون بلادنا راهي فيه خاطر يعني يا رك فيه غابة دير وش حبيت صدعونا عيت أنا نحبيت نهضروا كورت قادم خلونا نهضروا كورت قادم ما خلوناش نهضروا كورت قادم من جون جيوسي بورتي وليكيب ناسيومال تلقى يخرج لك واحد رافيق منه يخرج لك الاخر منه يخرج لك الاخر منه يخرج لك الاخر منه ويجبدو بلك دب وأسوأ سمحوا لي كيما حافظ دراجي يقول لك أسوأ أسوأ فتران مرت بها المنتخب أو كيما قلوا الاتحادية الجزاء أسوأ فتران مرت بها في هذه الأربعة خمس سنوات من اللي زمارة حرا ورا وهو هي الدينة الكعس العرب الدينة الكعس إفريقية الدينة الكعس العرب تعقوه 17 سنة الدينة الدينة ميضالية الدينة الدينة عدة أمور اللي ما الدينة همش في الفترة كيكلم عن المتاعه في مدة عشرين ولا خمستاشر سنة حكم ما حققش هذا القابل اللي تحققتي خمس سنوات يقول لك الكورة الجزائرية رهي في تدهور الكورة الجزائرية حطمت أرقام قياسية 45 و 35 مباراة ولا 34 مباراة دون عزيمة عمرها لا دارها التاريخ عمرها لا دارها المنتخب عبر التاريخ عمره لا دارها منتخب إفريقي عبر التاريخ قريب كنا نحتلوا المرتبة الأولى لو كان ما كسرتوا هناش انتم ما تشيروا اللي زاربيت باش تحطموا الاتحادية باش تجيبوا الناس تخدموا المصالح شخصية عندي معلومة عليكم والانتهادي على بالهم والحكومة على بالهم وهو على بالهم بصح حان الوقت للضرب من حديد لأن هادارا ندخلين قلت لكم هادارا ندخلين على تصفية كأس إفريقيا يضربونا في كأس إفريقيا لأن حتى في بلاطو الهدف يتحاسب تاني على أمور خطيرة كما يقولوا على أكاديب خطيرة من الفوق إعلامي يهضر على كاش واحد على لاعب ولا على كده وبلا معلومات ويكذب رفع الدعوة قضائية بيرك تربوهم لازم لهم إعادة طربية حاش الصحافة ما رانيش يقع على الصحافة صح كان بعض الصحافة عندهم لازم لهم إعادة طربية وكان كما رافق واحد أنا من عندي أنا رافق واحد لو كان جاء في بلاد واحدة أخرى بلاد القانون هذا رافق واحد يمنع من الصحافة إلى الآبد هذا الذي يدرم لأنه لا علاقة بالصحافة لا علاقة له بالصحافة لا علاقة له بالصحافة يجي يسب في الشاب في Him مدرب يجي يجي يستهزع يجي معلومات خاطرة جدا ومعندو حتى كاذيب ومعندو حتى داليل مارو الصحافي هذا هذا مخطم وهذا صحافة مخطيمين وحشموا ريحو ما تخدموا للأشخاص على وعليم عندي معلومات عليكم عندي يعني على ضرب يقع كيف عشرك وتخدموا عشرك وتخلصوا شيء الى ويحطيناكم في الضراهم وكيف عشركوا؟ يا عبي بلدكم تتكسروا بلادكم على جل انا هادرت عليك عن الزماه من عدوه من يوين عشهر هى فلان ولا يوين عشهره فلان انا هادرت عليك كي تولو الصندوية وتولو بها صحافية تخدم اكتبوا أشياء ب accent devrait للصور ما يجي معاه أفضل معه ماذا يرغبون؟ كل جهاز يدخل بلاطو لا يرغبون يدخلوا تحقيقات صحفي يدخل حوار مع صحفي عندما يعلقنا درجة الانحيطات صحفي يدخل مؤتمر صحفي يدخل حوار مع صحفي صحفي يدخل بلاطو يأتي صحفيين ويهضروا يجيب فيه صحفيين ويهضروا تحليل تحقيق صحفي صحفي لم يكن محلل صحفي سواء يقدم حصا ويروح يقدم مباشر ويروح بالميكروتع يدخلوا ويحضروا يعطي رأيه وصلنا لنا ولا ندر لنا هذه هي خدمة صحفي صحفي او محلل صحفي او محلل هذه لا ترى في انغلطان او صحفي يأتي صحفي ينقوا داما ويضوروا يبدوا يحكوا علمات يجيبوا الصحافيين بلاطو صحافي بلاطو تلقى الصحافي الفلانين صحافيين ويريحوا يضوروا بنتهم ويهضروا ويروجوا وش يحبوا يروجوا العصالي من عاصة نستشفى واحد حلها بسنة ان شاء الله قاعد خلصوها ويجبدو لكم عصار وشاركوا تديروا ويجبدو لكم تريفونة تاكم ويجبدو لكم تسريبة تاكم تخلصوها غالية ورهم قالوا بقوة وان شاء الله بقوة هذا وش نقدر نقول فرحني هذا نرقود طريقة ريبية اليوم انتيقوا بها مطوش عليكم خوطي ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام